طيب هنروح لكرة أسالة رجال بطولة عربية انطلقت خلاص في السكندرية بمشاركة 18 فريق فرقتنا الحمد لله راحت وقلنا لحضراتكم الاثناشر اسم اللي رايحين عندنا اول مطش بكرة مع فريق شعب حضراموت اليمني الساعة 7 على صالة الاتحاد السكندري بالشطبي الاهلي بلعب في المجموعة مع مين مع الفتح السعودي فرقة كويسة فرقة كويسة وهتشوفوها وعندها اجانب كويسين وداد بفريق الجزائري وفريق كويسة وشعب حضراموت اليمني اللي اللعبوا بكرة بإذن الله هنفكركم القيمة اللي راحت القيمة اللي راحت في مركز صنع الألعاب الامريكي مايكل تومسون وعمر عزب كابتن مستر أجوستي ما خدش معاه الناشئ طبعا احمد حسام بودي ما خدوش معاه طبعا احمد لسه صغير وعنده مستقبل بس خد اكتر عبد الرحمن حسام انا اسف بودي هو طبعا اسم الشهرة بودي احنا نعرف بودي فالامريكي مايكل تومسون وعمر عزب في مركز صنع الألعاب وبالمناسبة الاتنين دول اول مرة ألعاب في النادي الأهل فطبعا محتاجين وقت عشان الغرف والمنامة البحريري كان مستر أجوستي قاعد بيتفرج عليه طبعا لسه فريد الأداد بيبلغني طبعا بيتابع الفرق التانية وبيشوف حتى لما يروح على مجموعة تانية هيلعب مين ده شجل احتراف يعني وأي مدرب بيعمل كده خاتف الجردات إيهاب أمين أحمد مهيب عمر زهران محمد أبو الناصر عمر الجندي طبعا كان عندنا مفاجأة بس ده رؤية فنية ان إبراهيم الجمال مش موجود وطبعا في مركز صنع الألعاب مودي الجرح مش موجود نسينا نقول مودي الجرح طبعا كابتن فريق وأحد نجومه عندنا في مركز أربعة ومركز السنتر الخفيف أحمد حمدي وعبدالله ناصر والأمريكي فكوادي بس فكوادي وعبدالله ناصر إدعابه أربعة وخمسة وطبعا في مركز خمسة عمر طارق وسيف سمير ده تشكلتنا لتناشر لعب اللي هيشاركوا إن شاء الله في بطولة العربية ويمكن عمر زهران مرحش برضو ما اتخدش في الجردات لأ عمر زهران متاخد أنا آسف عمر زهران موجود ده من أهم المكاسب عمر زهران عمر زهران من أهم المكاسب ليه عشان ده لعب لازم ياخد خبرات خلاص عبدالله ناصر وعمر زهران ما بقوش صغيرين بقوا لعيبة تستحق المشاركة ومشاركة السين ومستر أجوز تيبوش عامل كده وواضح إنه جاي هيدي لكل واحد طبعا وضع الطبيعي في الفرق إن شاء الله يعني النجوم اللي طلعين هيديهم مضاوم الطبيعي والعبه طبعا